اتكلمنا عن السمنة وعلى مخاطرها وقلنا على سبيل المثال في الجهاز الهضمي هنجي نتكلم في جهاز الهضمي الناس عندهم ارتجاع مريء كتير جدا والتبال في اخر مريء بالدرجات المختلفة بيكون السمن عندهم عامل اساسي او من الحاجات اللي هي الاساسية الناس الستات اللي عندهم السمنة بنجد عندهم في المرارة هم اكثروا عندهم حصوات في المرارة من الناس اللي هم ما عندهمش اسمنة اما نجي نتكلم على الكبد حيبدأ الكبد يترخم وقد الزائرين الزوار اللي هما دخلوا الخلية الكبدية اللي هي الخلاية الدهنية ممكن تعيق السكان الاصليين اللي موجودين في الخلية وبالدالي يبدأ تعاني وان يحصل فيه التهابات اشتركوا في القناة